تشكيل تتقدم الرياضي بسقيطة للدير تشكيل ينزل بها اليوم المدارة بحاتم اخشيري مثل اليوم في حاسة المرمى يوسف توش وفي هذه الأونة بالذات حكم المباراة حمزة مسيليني يعلن انتلاق مباراة للدورة الست عشر بين تقدم سقيطة للدير والأمل الرياضي بالتزركة وعلى أجلسية هذه ركنية يصل على تقدم سقيطة للدير لا فعل الكرة ما زال الاختار حكم المباراة يقول مخالفة عدلين بن عبدالطيف عدلين بن عبدالطيف العبدالطيف لقائد الفريق والتصويب والكرة تمر السلامات على مرمى حارس تقدم سقيطة دير يوسف توش شهيرة لدوزي من الكرة شهيرة لدوزي يرفع الكرة في القائمة الثانية وتعود من دفاع الأمل على الجهة اليمنى لهجوم الأمل رقنية لأمل تزركة يرفع الكرة والتدخل الدفاعي ميزان اختار لصلاح الأمل لتصويب والكرة خرج المرمى إلى الأسعاد البوراوي شهيرة لدوزي من جديد يرفع الكرة في القائمة الثانية والحارس ممتاز الحارس محمود المسعدي ريين غلاب يلعبه للتنميس الطويلة سيفة دينكريشين الكرة اختار لصلاح الأمل الرياضي بيت الزركة والكرة خرج الميدان ومحاولة من غيرات الفريق المحلي تجعل الكرة موشرة لزياني موشرة لزياني بات في دفاع على التقدم شهيرة لدوزي شهيرة لدوزي يرفع الكرة في القائمة الثانية وتعود من دفاع الأمل سيفة دينكريشين يبحث عن ندر الحجاج ممتاز الكرة ندر الحجاج الكرة على القائمة الكرة على القائمة الحبيب أبعوب ندر الحجاج عودنا بالطريقة فنية في لعبة التميس فعلا على طريقة فنية يرفع الكرة يعني في شكل توزيحة من ندر الحجاج مدافع تقدم سقيطة لدير من ندر الحجاج لسعد البوراوي حكم يقول محمد خليل العيشي والتدخل الدفاعي ما زال أخطر لسعد البوراوي من جديد لسعد البوراوي لسعد البوراوي فنية كبيرة من هذا اللاعب لسعد البوراوي إلى ندر الحجاج ندر الحجاج يرفع الكرة والحرس إلى لسعد البوراوي لسعد البوراوي ممتاز للتمرين ندر الحجاج ندر الحجاج يدخل منطقة الجزاء ندر الحجاج محمد خليل عيشي والكرة ممتاز مدافع الأمل الرياضي بتزركها ترجع الكورة تقدم ساقيتها لدير يشام بالمبروك والكورة خلاج الميدان محمد خليل عيش يرفع الكورة محمد خليل عيش في دين الحرس ترجع الكورة حكم يترك الأسباقية بهاء ديلموليا تصويب والكورة يعني يطالبوا بلمسة يد الجماعية التقدم تعود يشام بالمبروك هاني عبدالهدي يرفع الكورة في دين الحرس والاقمو خالفة كورة لصلاح تقدم ساقيتها لدير ممتاز المرور ممتاز المرور بهاء الدين المولي البحث عنها حبيب عبعوب ولا تسلل تسلل حسب إشارة المساعدة الأول عبدالحميد الفقيوة في هذه القيونة بالذات حكم المباراة حمزة مسليني يعلن نهاية الشوت الأول مباراة الدولة السادس عشر من ما سبقت كأس تونس بين تقدم ساقيتها لدير وضيفه الأمال الذي يتزرك عنديش التعالي للسلبي مقابل صفر أهلاً وسهلاً مرحباً بكم وتتابعي بلاتفورم ديوين سبور هذا هو ملعب ساقيتها لدير حكم المباراة حمزة مسليني يعلن الانتلاق للشوت الثاني من مباراة الدولة السادس عشر لكأس تونس بين تقدم ساقيتها لدير وضيفه الأمال الذي يتزرك الشوته ولأنت هنتيش التعادل للسلبي بالفريق الضيف انتبهوا الكلة الذين ستقدم ساقيتها لدير لسعدة الأبوراوي لسعدة الأبوراوي والحكم يقول وحكم المباراة يقول تموية على أعطيها حكم يشارة التنفيذ على أعطيها تصويب والكورة خرج الإطار شهيرة لدوزي يرفع على الكورة شهيرة لدوزي رأسية أولى تعود من جديد ممتاز ندر الحجيش كورتو في التمس عن طريقة لعب محمد الطيبي محمد الطيبي محمد الطيبي على تصويب والكورة تمر السلامات ندر الحجيش يرفع على الركنية الكورة لصلاح التقدم الذي يسقي تدير ما زال نختار لاحيب عبعوب لاحيب عبعوب بها الدين المولي بها الدين المولي حكم المباراة يقول وهمير ضرب الجزاء على أعطيها على أعطيها أمام الكورة هاتصويب على أعطيها والكورة بيجانب الأخشاب محمد الطيبي يرفع الكورة في القائمة الأول تمر أمام كل عبية تقدم وتعود تميس لصلاح الأمل لاحيب عبعوب لاحيب عبعوب وبرأسية والركن والتسلل لفريق الأمل يتزرك حكم المباراة يع Qing신로 التنفيذ شهيرة دوزي يرفع الكورة والكورة خارج الميدان محمد الطيبي يلعب الكورة ممتسأ الكورة يصالح الأمل يتزرك ولكن يقرب أين ضربت مرمى الكورة خارج الميدان عيمة جبل هيني عبدالهادي هيني عبدالهادي محاولة المرور هناك حدث يرفع الكورة في القائمة الثانية والهدف الأول لصلاح التقدم الرياضي بسا可愛ة الدير الهدف الأول لصلاح التقدم الرياضي بسا Dynasty لحبيب عبوه ودوان أولى الأهداف مع مطلع دقيقة ستة وثمانين واحد الصف لصلاح التقدم الرياضي بسا sunlight الرياضي وبسا Orchestra دير هناك منعب ساقيinate all the air ممتازة الكرة motto ممتازة من لاعبية تقدم بداخل نصف لميدان إلى أشرف الجزيري هيني عبدالهدي توزيعها بالمليمتر والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيطة لدير عن طريقة المهاجم رقم 9 لحبيب عبعوب يدونوا الهدف كما تشوفوا في الكرة الأخيرة ممتازة من عيمة جيبر لقطة فنية إلى هيني عبدالهدي مرور ممتاز وتوزيع بالمليمتر في رأس لحبيب عبعوب والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيطة دير وتفاعل جماهير الفيراج مع الهدف الأول ومعطى جديد في مباراة الكأس مباراة الدورة الستس عشر من كأس تونس لصالح الأمل الرياضي بيتزاكة كورة اختيرة يدخل منطقة الجزاء والحارس حاولت المرور من محمد الطيبي محمد الطيبي مرغة أولى والتدخل من شهيرة دوزي شهيرة دوزي ولا مخالفة لصالح التقدم الرياضي بسقيطة دير مخالفة على شهيرة دوزي متوسط ميدان تقدم سقيطة دير وفي هذه اللي قاونا بالذات حكمها المباراة حمزة مسليني يعلن نهاية مباراة الدورة الستس عشر من موسابقة كأس تونس بترشح التقدم الرياضي بسقيطة دير إلى الدورة الثمنة النهائي من موسابقة كأس تونس ترشح تاريخي للتقدم سقيطة لدير للدورة الثمنة لنهائي هدف الحبيب عبعوب مع مطلع أطريقة ستة وثمانين حظ أوفر ان شاء الله لفريق أمل تزركة فريق ممتز فريق منظم يعني قدم مباراة ممتزة اليوم أمام تقدم سقيطة لدير اليسعى